بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم طلاب العزاء طلاب الصف الثاني السانوي إن شاء الله نهاردة هنأخذ الجرامر الخاص به الواحدة الخامسة جرامر الواحدة الخامسة يتكلم على استخدام سيم من سابوز نبدأ كده الأول باستخدام كلمة سيم كلمة سيم معناها يبدو أنه ونشوف كل الصياغ اللي ممكن تيجي باستخدام الفيرب الفعل السيم اللي هو معناها يبدو أنه she seems or seemed ill طبعا ممكن نقول seem أو seemed يعني ممكن نجيب الفعل في present simple أو في المضارع البسيط أو الماضي البسيط أول صيغة أنه بعد كلمة سيم باستخدم بعدها adjective وصفة يبقى she seems أو she seemed ill طب هل ينفع استخدم adjective؟ لا لأنه قلنا أفعال الحس ومن ضمنها كلمة seem معناها يبدو أنهم ما بيجيش وراء الـ adverb بيجي وراء adjective عاكس الأفعال الثاني يعني أجبت فعل ثاني run play go come بجيب بعدها adverb بجيب بعدها ظرف لأن الظرف دايما بيوصف الفعل إنما ما عفعال الحس زي كلمة seem بيجي بعدها adjective بيجي وراء صفة ما يجيش وراء ايه ما يجيش وراء ظرف ممكن برضه أقول she seems أو seem to be ill أجيب بعدها to وعدها الفعل في المصدر طبعا ممكن أقول وبعدها ايه صفة إذا ممكن أقول to eat to come to play أو أجيب to be أوكي وبعدها ايه وبعدها صفة الصيغة الثالثة she seems أو seem to be watching tv اسمها الصيغة الايه الاستمرار وممكن تكون في الماضي المستمر أو في المضارع المستمر يعني لو قلت she seems to be watching tv يعني هي يبدو أنها دلوقتي قادة بتفرج على التلفزيون طب لو قلت she seemed to be watching tv يعني هي كان يبدو على أنها كانت بتفرج على ايه على التلفزيون إذا انتيجي صيغة المضارع المستمر أو الماضي الايه المستمر حسب الفعل اه اه او حسب استخدام كلمة ايه كلمة اه الصيغة الرابعة she seems to have watching tv صيغة الماضي اوكي او صيغة تامة يعني عايز اقول ان هي يبدو أنها او بدأ عليها ان هي كان بتتفرج على ايه على التلفزيون طب ممكن اقول seems او ايه او seemed عادي لتنصح بس اكتر بتستخدم مع كلمة seemed لان كلمة to have watch بتبديك معنى الايه الماضي she seems او seemed to be punished طبعا دي صيغة تعتبر passive form passive form يعني ايه مبني للمكهول يعني ايه يبدو انها عوق بات باتو وبيفاعل في التصريف الايه التالت لابن خلي بانا من to be watching دي صيغة مستمرة مضارعة مستمرة او ماضي مستمرة to have watched صيغة بتعبر عن الماضي to be punished دي طبعا دي صيغة بتعبر عن المبني للمكهول سواء كانت جملة present او past مضارعة او ايه او ماضي صيغة تانية برضو she seems او seemed like يعني بعد كلمة seem او كلمة seem بقول like او as if او that وفي الحالة دي يعني ايجا like او as if او that بحط بعدها جملة she watches tv او watch the tv واجبها مضارع او ايه او ماضي حسب معنى الجملة يعني يبدو انها انها كانت بتتفرج على ايه على التلفاز صيغة تانية there seems to be a lot of people on the platform يعني يبدو ان هناك الكثير من الناس على الرصيف الخاص بالقطار يبقى باستخدام كلمة زير وحط بعدها كلمة seems او seemed او كي حط بعدها to be واجب بعد to be هنا ناون ناون يعني ايه اسم يبقى دي كل ايه كل الصيغ الخاصة باستخدام كلمة ايه كلمة seem ملاحظين هنا ان الفعل seem ما نفعش حط قبله يعني هنمرتش في اي جملة من دول ام او is او are was aware seemed او كي ما نفعش اقول she is seemed او she was seemed وبرضو ما نفعش اقول اه she is او اه she was واقول seaming يعني نفعش احط برضو كلمة seem في الصيغة المستمرة يبقى كلمة seem او منفعش احط قبله ايه سواء present او باست ام او is او are او was او او ايه ايه من النقطة دي كويس تاني فعل معنا مين ومين معناها يعني او يقصد ونشوف بقى الفورمز بتحته اللي هي الصياغ اللي ممكن يجي فيها ممكن اقول he means او he meant يعني ممكن اقول الفعل في present في المضارع او في الباست او في الماضي واجيب بعدها تو بعدها الفعل في ايه في المصدر يعني هو بيقصد او بيعني ان هو ايه يساعدنا he means او he meant to help us وطبعا في الحالة دي لو انا حبيت امفي ممكن امفي بdon't او بايه او بdoesn't او بايه بdidn't يبقى he doesn't او he didn't mean طبعا doesn't او don't لو عندي جملة لا لو ال a لو الفعل عندي في present symbol مدارع بسيط ابدأ استخدم don't او doesn't طبعا doesn't مع the he والshe والit وdon't مع the i والwe والyou واززي طب لو كان الverbal عندي meant كان في الماضي باستخدم a didn't he doesn't or he didn't mean to help us صيغة تانية starting a new business means having a lot of money ابدأ بفاعل ممكن الفاعل ده يكون في شكل شبه قوملة زي يقوم لدي كده او كوزئ ده starting new business اوكي ايه وقل بعدها كلمة means معنى يستلزم او يستدعي having a lot of money ان انت تبدأ business جديد معنى ان انت لازم او موضوع ده يستدعي ان تكون معك ايه لطوف ماني اموال كثيرة يبقى هنا بيجي قبل اوكي اه ويجي اه بعدها نعون اسم او يجي بعدها الفعل في المصدر مضاف له اي 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 صيغة تالتة هي means or he meant that he is or was اكتف وفي الصيغة دي بيجي بعد كلمة من طبعا او منت سوى مضارع او ماضي زات وانا زات بيجي بعدها ايه اه سنتنس جملة جملة او رضو ممكن تكون او مضارع او ماضي حسب معنى الجملة يعني لو قلت هي من زي بقول هي اكتف لو قلت هي منت اقول هي واز اكتف اكتف معنى ايه نشيط يعني هو كان يعني انه هو بيكون ايه نشيط اه صيغة اه ربعة هي اي 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 او واز منت تو ستادي هارد هنا بقى الجملة جاية في شكل ايه اه باس فورم اوكي اذا كلمة مين ممكن اا استخدمها بدون ما استخدمها بقى لها ام او از او ار بمعنى يعني او يقصد وهنا اه مستخدمة اه طبعا في ايه شكل بس بقى لها فيرم تو بيم او از او ار او 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 في الماضي وبعدها ايه منت التصريف الاي التالت هي ايه منت تو ستادي هارد يعني هو كان مقصود انه هو ايه اي يذاكر ايه يزاكر اه بجد ولو حبيت اجي منها الماضي اقول هي واز منت توسة دي هارت. يبقى كلمة وفي قبلها وبعدها بعدها الفعل في المصدر. في عندي برضو اه صيغة تانية برضو هلا كلمة اه مين حطت قبلها وما حط قبلها قلنا يبقى دي صيغة تعتبر بس مبني للمجهول. وحط بعدها الفعل في التصريف الاي التالت. واقول بعدها اه بي. واجيب الفعل في المصدر حطوه اي ان جي ودي صيغة اه مستمرة سواء في سواء في الماضي او في المضارع. يعني مضارع مستمر او ماضي اي او ماضي مستمر. او او يعني هو اه كان مقصود ان هو يكون دلوقتي بيعمل اي بيزاكر بي اي بيزاكر بجد او بمعنى الماضي ان هو كان اي بيزاكر بجد. اه صيغة تانية ودي صيغة بتستخدم في ايه في اه الماضي. اوكي هو لذلك كلمة تستخدم مع ايه مع او اي او يعني بس برضو ممكن استخدم مع ام و از و ار لو انا بكلم في الوقت الحاضر وبقصد شيء في ايه في الماضي حدث ايه حدث تم وانتها. فممكن احط قبلها ام او از او ار او او اي او بس الاكثر شيوعا استخدام في الماضي او ايه او يبقى هو كان مقصود ان هو يكون انتهى من ايه من اه الدراسة بتاعته او من المذاكرة بتاعته. في برضو عندي صيغة ممكن اقول لو ودعت بالشيء اللي تعمل اقول مدرع او ماضي عربيتي كان المقصود ان هي ان هي طرحة تنظف نفسها ولا حد هينظف في حد هي ايه هينظف هيبقى اوكي طيب ان تانية مسته هنا قلت لان انا بكلم على السيارة والسيارة مش هتعرف ان هي تنظف نفسها لازم حد ينظفها ازيك لازم اقول ايه بعد ما انت ما قولش ايه ها لا لازم اقول ايه اذا اما اكون بابدأ بجملة زي دي اوكي بشيء اه الشيء دوت غير قادر ان هو يقوم بالفعل بل ان الفعل هيقع عليه ما انفعش اقول لا زي الجملة اللي فوق كده اه اه او هو اللي هيادرس بجد فقلت ايه انما اه الايه السيارة هي هتتغسل مش هي هتغسل ايه نفسها فقلت ايه تبقى اللي بانها من الايه من الصيغة اللي هي الايه الباس فورم اخر صيغة معنا استخدام الفيرب صبوز لو قولت صبوز بدون استخدام م او او يعني بدون استخدام قبلها وهي بسبع صبوز معنا يقترح بس انا ما بستخدمهاش في صيغةiden معنا يقترح لا انا با استخدمها بصيغة من المفترض انا ولذلك لازم نحط قبلها اللي هو او 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 ايه طيب لو كانت صبوز بس كده بدون قبلها يعني ايه من شوها يقترح طيب يعني انا بقترح او انا اخترح تتيجي برازينت او باست عادي ويجي بعدها الفعل في المصدر مغفله يعني انا بقترح ان انا اي اساعدهم وطبعا ممكن اقول وحطي زات وفي حالة استخدام زات بجيب جملة بقول فيها مثلا زات ودائما يجي بعدها زات بتلاقي جملة مفهود يكون فيها كلمة ايه كلمة شود ولازالك بيجي الفرب في المصدر يبقى اي سابوز او اي سابوز زات وي شود وممكن اشيل كلمة شود خالص ممكن اشيل كلمة زات يعني ممكن اقول اي سابوز تخلي بلنا ممكن اقول اي سابوز زات وي هلب زم يعني ممكن اشيل زات ممكن اشيل شود ممكن اشيل اتنين مع بعض نفيش اي مشاكل ايه اطلاقا تخلي بلنا الكلمة او سابوز دائما بيجي بعدها جملة ويكون الفعل بتاعها فين في في المصدر يعني لو كاي لو جاي الفعل عندك هي او شي ما تقولش هلبس تقول هلب ببعس يبقى شي هلب اوكي هي هلب ما تقولش هلبس ليه لان كان مفروض ان فيه كلمة ايه كلمة شود فهو سواء استخدم شود او ما او ما استخدمهاش الفرب يكون عندك فين في المصدر نخلي بلنا مجوزية دي كويس بعد كان نتكلم بقى على الصيغة الاساسية اللي عندي اوكي اللي هو سابوزد وابلها ام او از او ار او 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 ار ابلها وقلنا من يجأب لها ولمفعلش أقول سابوز لازم يقول ايه سابوزد ودي معناها من المفترض ان في المضارع او كان من المفترض في ماضي يبقى ممكن اقول اوه اوه واجيب بعدها الفعل في المصدر بادي اول صيغة لاستخدام سابوزد معنا من المفترض انت من المفترض ان هو يكون بازاجر دي طبعا صيغة مستمرة يعني صيغة بسيطة سواء في المضارع أو في الماضي طبعا عايز صيغة مستمرة سواء في المضارع أو في المضارع أو في الماضي أجيب بعد أحط الفعل في المصدر يعني كان مفترض أنه يكون دلوقتي أو كان بي زاكن في الصيغة تانية زي he is أو he was supposed to have studied hard نفس الجزء الأولين بس المرة دي أقول الباقي يعني بدلا ما أقول يعني صيغة مستمرة سواء في الماضي المستمر أو في المضارع المستمر إنما بيديك صيغة تامة بمعنى الماضي إن الفعل تم بالفعل أو حدث يعني كان مفترض أنه كان بيدرس أو إنه خلص إيه خلصت رأسه صيغة تانية برضو الجملة هنا تعتبر طبعا عندي بس في جوز الأولاني وفي جوز الثاني يعني من المفترض أن السيارة كان مالها طبعا من فعش أقول أقول لأن السيارة مش هتنظف نفسها حد هيقوم بتنظيف السيارة وبكده نكون خلصنا السيارة بتاعتنا الخاصة بالفيربز بأفعال أتمنى الدرس يكون سهل وإن شاء الله نبدأ دلوقتي نحل التمرين اللي قات عليه في ملخص أو في كتاب المعاصر يعني التقرير مفروض أنه هيبعت نفسه ولا هيتبعت في نهاية اليوم طبعا لأن التقرير هنا يعتبر مفعول وليس فاعل فهو مش هيبعت نفسه هيتبعت في التصريف الثالث عشان أخذ جملة في شكل مبني للمجهول يبقى خلي بالنا أنا عندي هنا تعبيرين مبني المجهول السبوز يعتبر وده سيبعت عندي معنى من المفترض أن وبعد كده الجملة التانية حسب بداية الجملة الجملة بدأ بفاعل يبقى أقول وبعدها الفعل في المصدر بدأ بالمفعول أو الفعل في التصريف الثالث يبقى عندي هنا خطأ بخطأ ودي طبعا خطأ طبعا بيقول أنا لا أعني إن أنا أعمل كده هي حصل بالإبصد في بقى أنا لا أقصد أو لا أعني إنما سيم خطأ معنى هيبدو سبوز معنى هيقترح وسبوز برضو معنى هيبدو أنهم number three they are happy they be having a nice time يعني هما سعدان ويبدو أنهم بأضوات لطيف seem to are see are meaning to supposed to want يبقى زي seem to يبقى seem to وبعدها بي وبعدها الفعل في المصدر مضفة ing للتعبير عن صيغة استمرار يبقى عندي هنا خطأ ما خدناش دي خالص إحنا خدنا تنفع إنما فعش أقول وحط في الفعل طبعا خطأ برضو لأن معنى هي من المفترض وهو أنا عايز أقول يبدو ليس من المفترض بالإضافة لأن كلمة لازم يجاب لها وانتوا برضو عندي خطأ نمبر فور ايت توس نو لاست ويك اه دينت سابوز وزن سابوز وزن سيمد اه منت طبعا هقول ايه ايت وزن سابوز يعني كان مفترض إن هي أو لم يكن من مفترض إن هي تنزل تلج الاسبوع اللي ايه اللي فعل طبعا منفعش أقول دينت سابوز انتفقنا ان سابوز لو أنا أخدها بمعنى من المفترض أن يجاب لها ومفي تقول امنت وتقول بعدها يصابوز خطأ لأنه دي ميجيش قبلها ومنت طبعا عندي خطأ يبقى لازم أقول يعني كان يقصد بالغرفة دي إن هي تكون خاصة بغرفة الأطفال طبعا خطأ لي لأنه لازم أقول بعدها الفعلي في المزر فنفيش عندي خطأ وإيه خطأ لانتفقنا آآ منفعش أقول آآ قبل ده أقول آآ أو آآ ولو قلت خطأ لي لأنه مفروض أقول لأنه كلمة روم مفروض فمفروض أحط مع كلمة وكان معنى يمشي عادي معنى يبدو أنها غرفة الأطفال أوكي بأخذ مفروض تكون في المدرسة طبعا بعدها الفعل في المصدر لترقي خطأ لتربي خطأ لترسي خطأ طبعا هنا هاخد يعني بيقول من واضح أنه مستوى يبدو أنه يتطور وعشان كده كان مبسوط طبعا أنا ممكن أستخدم التلاتة كتركيب صح إنما كمعنى مش هتوافق مع الجملة يعني يبدو أنه يتحسن وعشان كده كان مبسوط يبقى عندي هنا خطأ 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 طبعا عندي هنا وإن تيجب مع كلمة سببوز طبعا أقول ممكن أقول كنت تنفع برضو ما هي في المعنى إنما عندي إيه مينز يعني عندي خطأ 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 يعني بيقول له أنا مش شايف الصورة كويس الصورة دي من المفترض إن هي تكون إيه يبقى طبعا هنا يبقى يعني هو بيقصد بها أو كان مفروض تكون هي طبعا منفعش أقول مينين أوكي منفعش أقول ولا ولا بس ممكن أقول أو ممكن أقول يعني لو كان عندي دي كنت تنفع دي مفيش أي مشاكل إطلاقة لأن هنا بيقرار تصريف الثالث صح وصبوز صح إنما طبعا تبقى خطأ طبعا إحنا منفترض إن إحنا منتساعد المقطع بتاع إننا فعش أقول ليس مفترض يبقى خطأ طبعا خطأ فعش أقول كنت بقول أو طبعا شود ما تنفعش لأن أنا عندي وشود بيقيش بعدها الفعل في المصدر بدون أي بدون تو number 11 what to do in the company I need to know all about my duties do I suppose am I supposed am I seemed do I mean طبعا what am I supposed يعني ماذا من المفترض إن أعمل أو أقوم بإيه في الشركة الشركة دي أنا أشتغل فيها أنا أريد أعرف my duties الواجبات اللي موجودة علي طبعا do I suppose أننا مفترض أن لا أستخدم أبلها verb do أستخدم لها verb to be وحط بعدها الفعل في التصريف الثالث letter C خطأ letter D خطأ number 12 you are to start work at 7 o'clock يعني من المقصود إن أنت تقوم بشغلك أو تبدأ شغلك الساعة سابعة meant meaning supposing seemed طبعا هايخو meant لأننا نفعش أستغل قبل كلمة seemed verb to be كلمة meaning أو كلمة meaning ما أستغل أول verb بي أقول meant نفعش أقول meaning supposing ورده قول suppose نفعش أقول supposing ونفعش حط verb to be given to homeless children in poor countries is seemed to be should have is supposed to be must have طبعا هايخو is supposed to be يعني عناية كافية أو عناية كثيرة يجب أن تعطى للمشردين للأطفال المشردين يبقى المفترض أن is supposed to be given يبقى عندي كلمة seem to be طبعا خطأ لأنه قلنا كلمة seem أو الفعل seem ما يجيش قبله verb should have كانت تنفع لو قلت ايه should have been given لو أنا كنت خلت هذه خلت بعد أو استخدمت بعد have been وجبت بعدها تصريف تبقى كده كانت تنفع في المبنية المجهول لأن جملة مبنية للمجهول ومست have برضو لو قلت قلت بعد كلمة have been كد تنفع أنا كنت ممكن أقول should have been أو have been وحط بعدها الفعل في التصريف التالت تبقوا القملة تنضل صح بس لو كان في been عشان أخليها بس مبنية للمجهول إنما طبعا بالصيغة دي should have أو must have ما ينفع لأن أنا لازم أستخدم been لأن الجملة عندي بدأ بال a بالمفعول وليس بال a بالفعل يعني هي بس مبنية للمجهول number 14 the train is mint at 7 o'clock leave leaves leaving to leave طبعا الأطر يمشي الساعة طبعا الصغر عنده بقول a is mint to بعدها فعل a في المصدر letter a خطأ letter b خطأ letter c خطأ number 15 رانا hasn't lost the game but she seems joking to be to being being be طبعا seems to be وبعدها a وبعدها في عند a ممكن يجا عندي a adjective يعني هنا بيقول رانا لم تفقد مبارا وها ما خسرت مبارا وعشان كده هي شكلها بين هي بتنكت أو بتتحك يبقى letter b خطأ letter c خطأ letter d خطأ يعني مفترض دلوقتي تكون نايم في السرير يعني أو انت كان من المقصود انت كنت نايم في السرير انت لسه صحي لي انا عايز نصيغة مستمرة يعني انت كنت المقصود انت كنت دلوقتي او او المفترض لان ممكن تجمع مفترض مفترض نايم بس انت لسه صحي letter a خطأ letter b خطأ letter d خطأ you can't watch this tv program you are study for your final exam المفترض انت بتفركش على a على التلفزيو المفترض انت تكون ايه بتذكر supposed supposed to supposed to same to يبقى you are supposed to طيب supposed ما تنفعش لي لازم اجيب 2 بعد الفائل فين في المصدر letter a خطأ letter b خطأ letter d خطأ number 18 18 please don't be angry with me ما تزعلش من يا اماما i didn't to break the vod seem mean apply sub i didn't مين انا لم اقصد طبعا مين ممكن اقول طبعا امفير بكلمة didn't او don't او doesn't didn't في الماضي وdon't وdoesn't في المضارب معنى لم يقصد يعني ما زالش من يا والدتي انا ما كنتش اقصد نانا اكثر الفاظ seem خطأ لاي خطأ suppose خطأ school to provide excellent education for all students are mint mean supposed are seemed طبعا المدارس من مفترض ان هي او يقصد منها ان هي تمد خدمة علمية للطلاب طبعا يبقى are mint to provide مفعش أقول مين ولا supposed ولا are seemed كنفة أقول supposed لأقول تعب لها عارب are supposed هو نفس معنى are mint بس ما عندي ش قبل كلمة supposed or عندي supposed بس تبقى خطأ what to do in situation like this المفترض نعمله في موقف زيد do we supposed we are supposed are we supposed we should have to do طبعا what are we supposed to بعد كده الفاعل بعد كده كلمة supposed ما نفعش أقول what we are لأن عندي سؤال خلاص يبقى بعد وط استفاهم الفاعل المساعد ثم الفاعل ما نفعش أجيب الفاعل ثم الفاعل المساعد يبقى letter i خطأ letter b خطأ letter d خطأ طيب do we supposed ما تنفعش لأن هنا آآ الواحد بمعنى يخترح وليس بمعنى المفترض أن تخلي بأنه جزئية دي كويس 21 being a teacher means a lot of homework أن أنت تبقى مدرس معناها to correct to be correcting correcting correct being a teacher means to correct أن أنت بتصح خلاص ما فعش أقول to be correcting a lot of homework يبقى letter b خطأ letter c خطأ letter d خطأ لأنه أتكلم بشكل عام وليس عن حدث يحصل الآن أتكلم بشكل عام يبقى correct a lot of homework أصبحت عادة عند المدلس أنه يصحح الكثير من الأعمال 22 my core doesn't start normal يعني عربية ما بتشتغل بشكل طبيعي there to be some problems with its engine seems mean means طبعا نخذ تعبير seems to أغيب there هو seems to be some room أكيد في عندي مشكلة يبقى b خطأ letter c خطأ letter d خطأ طب لي ما قلتش seem احنا احنا اتفقنا مع there بعمل ها كأن هي singular فبقول زير seems بعد الفال فين في المصدر بعمل طبعا اللوغو بتاع الشركة بيقى المقصود منه انه يساعد الناس ازاي يتعرف على المنتج بسهولة يبقى منت خطأ من خطأ مينينج اي خطأ احنا عايز اقول هنا ايه مقصود منه اجيب بعد الفعل في التصريف التالت يعني هو مفترض انه يفوز بال الجملة دي معناها أنا بقول ايه يبقى عندي هنا ايه ماضي احنا توقعنا انه يفوز نخلي من الزمان نفسه طب لو قلت كنت قلت لو في عندي هنا اما ازا ار كنت قلت عشان هي بقى مضارع انه طالما الوز او عشان يبقى في الماضي خطأ 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 المفترض انه تكون في مساء الساعة تمانية او عالي الساعة كام تمانية هو يبقى يبقى يخط ماضي خلاص يبقى بره طيب احنا احنا قلنا كان مفترض انه يكون الساعة ثمانية يبقى هو مراحش لانه كنت يقول المفترض يكون الساعة ثمانية موجود هناك بس هو لا س يبقى نفترض انت تشيك على المحرك يبقى تشيك هاخد الصيغة ال active voice المبنية المعلوم لانه هو الذي يقوم بفحص المحرك الخاص بالسيارة طبعا تشيك ستطور بس فور لا تمفع بخطأ سي خطأ ودي عندي خطأ زانيو فرنيتشر فرنيتشر هو ال الأثاس طبعا ستطور عن كونتابل نون اسم لا يعد فيعمل عاملة المفرد المفترض ان الفرش يتسلم يوم الاثنين الاثنين الجاي طيب خلاص هاخد مفرد مضارع والله ماضي هاخد طبعا ايه هاخد مضارع اللي بتكلم على المستقبل يبقى خطأ 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 طب ليه ما خدتش قال نصر انه تفعل اسم لا يعد ويعامل عاملة المفرد وليس الاي اجام number three my english is much better than it was two years ago for example listening difficult but now it is quite easy يعني مستقبل الانجيزي بقى افضل من الاول على سبيل الاستماع كان صعب دلوقتي بقى ايه سهل seems seemed like seems like احنا اخذنا ايه seemed وبعدها الفعل ايه اخذنا seemed وقلنا بعدها الصفة ايه ايه طب هاخد seems اخذ seemed اخذ seemed لانه بيكلم على الماضي مستوى زمان يعني من السنتين فات كان استماع كان صعب كان يبدو انه اخذ ماضي لانه بيكلم على مستوى من السنتين وبعد كده بيقرنه بمستوى دلوقتي خطأ 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 وانا آسف لا قدت اقصد ان انا اقطع suppose mean seem b and seem يبقى i didn't mean يعني انا لم اقصد ان انا اقاطع يبقى عندي هنا letter a خطأ letter c خطأ letter d خطأ انا عايز هنا بمعنى انا لم اقصد يبقى يبقى مين انما كلمة seem معنى ايه يبدو وطبعا suppose هنا لازم يجي ابل ابل عشان تيجي هنا لم يكن من المفترض ان انما didn't تيجي معنى ايه didn't suppose معنى ايه لم يقترح وليس اه لم يكن ايه من المقصود ايه ان او لم يكن من المفترض ان بعد كده number 5 الفرش الجديد suppose to be delivered last Monday but nothing arrived has or was وير طبعا الاثنين اللي فات يقول لك الاثنين الجاي فاستخدمت معنى المفرد واخد زمن المغارع عشان المغارع بعطفه على المستقبل انما الماضي هنا هعطف عليه طبعا وز وطبعا تعتبر اسم لا يعد وعشان هو اسم لا يعد وعملة المفرد يبقى هاس خطأ وار خطأ ووير خطأ نمبر سيكس شي سيمز يبدو ان هي متحميسة جدا بشأن الوفر اللي هو العرض طبعا تبي لان لايك وازف وزاد بورا وما الكم لانما تبي بعدها صفة خطأ بخطأ وليتر دي عندي خطأ طبعا مفروض ان هو كان ياخد ايه ان هو ياخد راحة كده بعد دراسة الواحدة الخامس طبعا اخد ايه عندي خطأ لان عندي جملة مضارعة وليس ما فيش حاجة بتشيل للماضي بيقول لك ان تعبيراته بتعني ان هو نجح في الامتحان ينفع اي اند بي يعني ينفع اول زاد وينفع اشيل اي زاد لتنين اي لتنين صح خطأ 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 طبعا واحد يقول لك خطأ لما انت مختار او بي لان او بي لتنين صح فنفعش اجيب اي واسيب بي او اي اخد بي واسيب بي لازم اخد اختيار في الاتنين مع بعض طالما الاجابتين صح يبقى ينفع اخد يعني ينفع اول الصفة مباشرة او ينفع اول اجيب بعدها الاس فالاتنين صح لتر اي خطأ لتر بي خطأ لتر سي خطأ مفروض دلوقتي واخد يعني هو في فترة راح يبقى اي هاتو بي تيكين ولا يبقى انه دلوقتي واخد فترة راحة طب ليه ما خدتش تو يعني لانه ما عنديش تو يعني لو في عندي تو كنت خدت وكان يبقى يبقى افضل بس هو هنا اكبرك انك تاخد صيغة المضارع المستمر يبقى 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 عندي هنا خطأ 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 طبعا طبعا لان الجملة عندي هنا بس لاني بادئ بالمفعول اوكي لان الراحة هتأخذ اوكي ان هي مش هتاخد نفسها لا هي هتتاخذ يبقى عايزنا بس فور مبني المجهول خطأ 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 طبعا يبقى عمر ايه المفروض ان عمر يكون ايه ندى او استدعى ايه استدعى والدي مافعش اقول ولا ازنت ولا ايه ولا هاد عشان المعنى فعش اقول isn't supposed to have called مش مفروض هو ينادي عالو يتصل لا ده هو يتصل عليهم وينادي ايه عليهم يبقى ايه خطأ بيه خطأ ودي عندي ايه خطأ number 13 علي مش مدرس نهار that's strange because he will last evening at the party seemed seemed like seemed to seemed as if طبعا عندي هنا ايه as because he يبقى he seemed واجيب بعدها ايه اجيب بعدها صفة طيب واحد يقول لي مستر ولي دي مش ظرف ولي ممكن تيجي صفة ظرف ممكن تيجي ظرف بمعنى بشكل جيد اوكي لو انا بوصف الفعل وممكن تيجي صفة بمعنى في صحة جيدة خلاص هنا اوخد بمعنى في صحة جيدة اوكي يعني عمر يعني غريبا عمر ما اشف مارس النهاردة لانه كان مبارح كويس في الحفلة يبقى خطأ 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 تكملت الجملة اوكي يبقى عندي خطأ 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 يعني اما اصلت البيت والدتي كذا مفترض ان هي بتحضر الالعش يبقى انا بقول اخلي مضارع يبقى مضارع يبقى اي مضارع اوكي طبعا خطأ لانه يبقى ماضي وانا عندي جملة مضارع اوكي 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 انما جيت مضارع يبقى المضارع يجي مع مضارع لترسي خطأ لترسي خطأ طبعا اتفاق نفعش اقول يجيش قبل يبدو ان موظم الطلاف محرس كلما يخش ب خطأ 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 طبعا انا اقول اي سيمز انا اتكلم بشكل عام على الطلاف اقول اي ات سيمز اي ما اتفاق 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 اي اتفاق بشكل عام اتفاق ام اتين ان انت تصحى متأخر ده معناه ميز 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 طبعا ميز طبعا دين التعبيرات اللي انا باستخدامها مع كلمة مين ان انا اجيب قبلها سبجكت اه في شكل اه شبه جملة كده اوكي واجيب بعدها ميز وحط بعدها نون اسم او فعل في المصدر مضافة ان انت تقوم متأخر ده معناه او يعني ان القطر الاسوان اي فاتك يبقى letter A خطأ letter B خطأ letter D خطأ number 19 when i called him ياما نديت عليه he was supposed to the essay that's why i was surprised when he told me that he had already finished it ياما نديت عليه كان مفترض ان هو ليس بيعمل اي سي بس انا كنت مستقرر ان هو انتهى منه بالفعل يبقى to be busy doing be still doing have already done a and b لان دي معناه ان هو اي حالة من الاستمار ان هو كان مجغول في اي في عمل اي سي صيغة مستمرة letter A لوحده خطأ و letter B لوحده خطأ لازم اخذ الاثنين مع بعض وطبعا letter C خطأ لان معناه ان هو كان انتهى بالفعل لأ انا بقول نوى كنت مفكر ان هو كان لسه بيكتف في الاي سي مش انتهى منه when i called him he was supposed to the essay that's why i was surprised when he told me that he hadn't finished it by them اه هنا بقى العكس انا من دي تعليه كنت مفترض ان هو خلص الاي سي بالفعل بس انا اتفجأت ان هو قال ان هو لسه ما خلص يبقى اخذ حاجة بتشيل للماضي يبقى be busy doing be still doing have already done a and b يبقى have already done كنتم فكروا ان هو بالفعل انتهى منه بس هو ما كانش انتهى letter A خطأ letter B خطأ و letter D عندي خطأ يبقى نخلي بانه من معنى الجملة بتحتي لو حاجة بتشيل للاستمارية هابدأ استخدم be still doing أو be busy doing طب خلص وانتهى منه have طبعا have already وعدها الفعل في التصريف الثالث number 21 21 my father meant for you the office run to run that run runs يبقى والدي عايزك تديري المكتب يبقى for you to run يبقى means for you to a to وبعد الفعل في المصدر له تعبير من التعبير المستخدامة مع كلمة a mean لهو معنى يقصد يبقى A خطأ C خطأ و D عندي خطأ some new client is were supposed to by the by my manager yesterday بعض اللي هما العمل المفروض ان هما كانوا يقابل المدير مبارح meet be met have been met A and B هاخد طبعا ان هما ايه ان بعض اللهم ده كان مفروض ان هما يقابلوا الايه من المدير مبارح طيب يبقى ده ماضي بقى عايز حاجة بدل على الماضي بقى have been met هنا الجملة طبعا بس صفوروا من المجهولة بها اه حطيت بعد هاف طبعا بينه وبعدها الفعل في التصريف الثالث A خطأ B خطأ وطبعا دي خطأ number 23 supposing you lost your money how would you react supposing that new word to A and B طبعا ننفعقول A and B بقى supposing you lost أو supposing that لتنين A لتنين صح لتر اي خطأ لتر بي خطأ و لتر سي عندي خطأ number 24 Ashraf seemed he took part in a full match not good will fitly unfit طبعا هاخد well يعني هو اللي هنا بمعنى ايه اه في صحة جيدة طبعا نحن نقول ممكن تيجي adverb بمعنى بشكل جيد وممكن تيجي اه صفة adjective بمعنى ايه بمعنى في صحة جيدة احتفال ان كلمة seemed بيجيش بعدها ظرف بيجي بعدها ايه الصفة يبقى letter A خطأ letter C خطأ letter D خطأ number 25 I must have already لازم اعتذر but really I didn't you any harm mean suppose seem make بس انا لم اقصد لك ايه ايه ضرر بقي mean letter B خطأ letter C خطأ letter D خطأ there to be no reason for a law ما فيج داعي اني بفي ايه انظار seems seem is seeming is seemed قلنا كلمة there بيجي معا ايه seems او بيجي معا في الماضي seemed في المضارح seems بالاس وفي الماضي بقول seem letter B خطأ letter C خطأ letter D خطأ number 27 اميرة that her mother will support her supposed 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 that A and B يبقى اميرة letter B supposed supposed اميرة كنت بتفترض ان والدتها هت A هتساعدة طبعا هنا معناه يفترض او يقترح وليس معناها من المفترض ان اوكي بقول ابلها الآن بابلها 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 كلمة A سببوز انها هي اللي بتفترض اوكي او هي بابلها تقترح يبقى letter A خطأ letter C خطأ letter D خطأ The new flat view of the nail means to have means to be had is meant to have is meant to be had طبعا is meant to have الشقة الجديدة هو شريحة عشان المفترض ان هي هيبقى لها منظر كويس لأي او هيبقى فيها مشهد كويس لنهر الاني هيبقى is meant وبعدها تول فعلي في المصدر letter A خطأ letter B خطأ و letter D عن D خطأ number 29 they are supposed the meeting to discuss this urgent matter attend to attend attending to attending هو مفترض ان هم هيحضروا يبقى supposed to بعدها فعلي في المصدر letter A خطأ letter C خطأ letter D خطأ the festival to bring people together يعني الاحتفال مفترض ان هو يجمع الناس مع بعضها is meant supposed to seem that طبعا اقول is meant to لو فيه قبل زر supposed برضو is كتبقى نفس المعنى اقولت is supposed كتصح انها سبوز الوحدة هنا ما تنفعش letter B خطأ letter C خطأ letter D خطأ the film to start at 830 but it didn't begin on time means meant was supposed طبعا اقول a was supposed كالمفترض ان هو يبدأ 8.5 بس ما بداش letter A خطأ letter B خطأ letter C خطأ letter D طبعا اي خطأ انما انها طبعا تبقى letter A letter C this place seems boring to be being been has been طبعا تو بي وبعدها صفة كنت ممكن اقول بورنج على طول او تو وبي وبعدها الصفة letter B خطأ C خطأ ودي عندي خطأ that piece of cloth يعني القطع من الامج دي to be assured but the tailor made it appear after letter A خطأ letter B خطأ letter D خطأ Nura is wearing a nice new dress means يعني نورا لابسة فستان جديد she beautiful she seems feels means 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 يعني تبدو ايه جميل ايه بقول ايه seems to be beautiful او seems beautiful اللي تنصح انا عندي هنا سيم زيت وبعدها صفة وكان ممكن برضه اقول seems to be وبعدها حط ايه الصفة طبعا feels خطأ مش حاجة اسمها feels be beautiful فانا عايز اقول ايه يبدو اللي هي شكلها يعني انما is seems برضو خطأ لانه اتفقنا سيم قلنا محطش قبلها verb to be ومنز برضو عندي خطأ supposed to follow rules of safety supposed are meant are seemed must be ar meant نفس معنى are supposed بس supposed ما قلاش قبلها verb to be من اختراض ان المدارس بتدبع الهي قوانين الخاصة بالامان يبقى التر اي خطأ سي خطأ ودي خطأ number 36 سابر فون never stops ringing he to know a lot of people his seeming seems was meant was supposed يبقى هقول ايه he seems to know وشكله كده يبدو ان هو عارف ناس ايه ناس كتيل is seeming خطأ was meant خطأ was supposed عندي ايه خطأ لان طبعا supposed كده لو قالك to كنت ممكن مشتحي was supposed to a to know بس برضو احنا مفوضة قوله ايه supposed اوكي بس هو عمتن كده كده جملة ايه خطأ لانه ما جابش ايه ما جابش to i can't see this photo clearly what is it meant to be seemed to be supposed meaning to be يبقى what is it meant to be كان المفترض او كان المقصود بها ايه يعني كان المقصود بالصورة دي ايه لانه هو مش شايف الصورة كويس فهو عايز يعرفها يعني المعنى بتاعه او كان مقصود منها ايه same to be خطأ طيب what is it seemed to be كيف تبدو هو يعني i can't see this photo clearly هو معناها اه ان هو مش فهم المقصد ايه من الصورة عشان كده هو ما نفعش اقول same to be بكلمش عن الشكل او بيكسد عن الايه بكلم على المقصد من الصورة او الصورة دي بتعبر عن ايه ايه لان احنا اه طبعا ما تنفعش بردو لان اتفقنا ان same to be ما تنفعش بردو لان اتفقنا ان same to be ما تنفعش قبلها ايه نجيش قبلها ايه مقصد ايه اللي بعدها this cafe to serve nice coffee اه suppose it seemed means is mint يبقى الكافي دي مفروض ان هي بتقدم ايه بتقدم اهوة بشكل ايه بشكل جيد يبقى is mint طب suppose لو كان قبلها is كانت تنفع اه يبقى كان كنت تقول is supposed and is mint انا طبعا suppose جاية وزود فيردو تويف ايه تبقى خطأ ما تنفعش يبقى letter a خطأ letter b خطأ لانتفقنا same لنجيش قبلها يربطه بخالص وطبعا letter c خطأ it seems i can't hear the rain drops on my window it seems rain rain to have rain to be raining واضح ان هي بتشتي بس انا من اسامع صوت المطر on my window على ايه على ايه بكلم على حاجة بتحصل دلوقتي خلاص تمامي بقى جيب صيغة مستمرة letter a خطأ letter b خطأ letter c خطأ طبعا letter c بتعبر عن الماضي وهو بتكلم عن الوقت اللي الحاضر number 40 40 you to be here an hour ago were supposed meant are seemed were supposing يعني مفترض انت تكون هنا من نصف ساعة فاتتي بستخدم were supposed طبعا meant خطأ are seemed خطأ were supposing خطأ محمد عادل وهيب to be very healthy before having heart attack in twenty او six meant supposed seemed known طبعا محمد عبد الوحاب المفروض ان هو كان في الصحة جيدة قبل المجيل وطبعا الازمة الاربية يبقى كان يبدو انهم يبقى seemed to be طيب ما تنفعش اللي لان احتفالة سابوز لازم احط قبلها او 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 ا just a train station seems to meaning is meant to be supposed. طبعا اهود is meant to be يعني كان مفترض ان هو يكون اكتر من محطة ايه قطار. يبقى انا عندي هنا seems to آآ خطأ مفترض خلاص خطأ لازم اقول to. اوكي لازم اقول to a to b to بعدها اي بي ننفعش اقول ايه بس يعني كده لازم اقول بعدها to a to b زي is meant to a to b عشان تدي نفس ايه نفس المعنى. وعشان آآ جملة بقى التركيب بتاعها صحيح. number forty three اعلانات be honest. مفروض تكون امينة. but we must be careful. اه من المفترض ان هي تكون امينة اوكي. اه انما انفعش اقول ارمنت ارمنت تو بي كدتنفع. خلاص كده انما قلنا sim دي نفعش احط قبلها verb a verb to b ومنت تو برضو عندي ايه خطأ. ايه بقى لتر ايه خطأ وصي خطأ ودي عندي خطأ. بعد كده نشوف الجمل الخاصة. check your understanding الخاصة بالفهم. the police suspect that he has a criminal background. يعني البوليس شك انه يكون عنده تاريخ اقرامي. what does this mean? it seems that he has a criminal background. he seems to have a criminal background. a and b his background is criminal. طبعا هياخد a and b الاثنين a. الاثنين صح. يبقى a الوحدة خطأ وبي الوحدة خطأ. الاسب الاثنين مع بعض. and the letter d عندي خطأ. the wedding party is supposed to start at 11. يعني المفروض حفل الزفاف يبدأ السلاح 11. القوم اللي دي معناه يترى the arrangement ولا common belief ولا obligation ولا بيربوس طبعا the arrangement. يعبارة عن ايه ترتيب. يبقى the letter b خطأ. the letter c خطأ. the letter d عندي خطأ. number 46. you were supposed to be in shape. صلاح. this means صلاح overweight. isn't was wasn't was never. مفهوض يقول له يكون انت في شكل كويس. انا قلت ايه? where supposed خلاص يبقى ايه ترى? was ولا wasn't اول طبعا? wasn't. لانه هو طبعا بيجي بالعكس. اقول لك مفترض ان تكون حاجة يبقى انت موجود على العكس تماما لنا ايه? يعني طبعا في عندي isn't wasn't خطت wasn't لي لان قلت where supposed to be in front of the letter c خطأ. letter b خطأ. letter d خطأ. 47. i mean rudaina to look after the baby. يعني انا اقصد ان rudaina تاخد بلها من البيبي. i intended to choose rudaina to look after the baby. i was against leaving the baby with rudaina. i told rudaina not to look after the baby. ايه انت سي اتبقى letter a بس فقط لا غير. لان دي معناها انا عانيت او انقصدت ان rudaina تاخد بلها من البيبي. طب letter c خطأ لي. لان انا بقول انا لم اقصد انها تاخد بلها من البيبي. وهي نفس معنى لقم letter c. لان هو ضد انها تاخد بلها من البيبي. يبقى انا عندي هنا letter b خطأ. letter c خطأ. letter d خطأ. 48. i don't think you are meant for a lawyer. انا شايف ان انت ايه اه ما انتش مفترض انت تكون ايه اه محامي. this means you are not for this job. يعني ان انت مش مناسب بالوظيفة دي. important to oblige. suitable a and b. طبعا تبقى suitable يعني غير مناسب لهذه الوظيفة. letter b خطأ. letter b خطأ. letter d خطأ. 49. you aren't supposed to use your mobile while driving. طبعا نقول له مش مفترض انت تستخدم موبايل وانت بتسوء. كلام ده يا ترى معنى ايه. عايز حاجة دي حاجة دي نفس المعنى. you mustn't use your mobile while driving you don't have to use mobile while driving you are allowed to use your mobile while driving and c. طبعا تبقى letter you mustn't ممنوع ان انت استخدم موبايل وانت ايه وانت بتسوء. letter a خطأ letter c خطأ ولتر اه اندي خطأ. طبعا letter c خطأ. letter b خطأ ليه? لان بقول لك انت اه ما انتش مضطر يعني انت ممكن تعمله وممكن ما تعملوش لانك قال لك don't have to use. you are allowed يعني انت مسمح لك يبقى بيوسي خطأ انما هو ممنوع يبقى يوم معصنت. وده اللي معنى الجملة مش المفترض انت استخدم موبايل وانت بتسوء. number 50 I think he is busy. عايز معنى الجملة قلنا busy معناها مشغول. he seems to have been busy. it seems that she is busy. ابدو ان هي مشغولة. she seems to be busy. هتاخد b and c. طبعا التعبيرين صح. طبعا letter c خطأ. اه بيه لوحضة خطأ وشيه لوحضة خطأ لازم اخد الاتنين. number 51 you passed your exam علي. so you were expected to be happy. this means I looked happy. علي looked happy. علي didn't look happy. علي doesn't look happy. او العالي didn't look happy. ليه? اه لان ما قولك كان المفروض ان انت تبقى سعيد. اعرف ان هو ما والسعيد. خلاص? تمام طيب. اه طبعا انت عندك علي doesn't look happy. ليه? ليه خطت علي didn't look happy. لان الجملة عندي قلنا ايه? الجملة عندي عندي في الماضي. خلاص. يبقى لازم اجيب ايه? الجملة بلايس. مش المفترض ان انت تدخن في مكان عام. يبقى هو بيدخن. خلاص? اذن يعني يقول لك اه مفترض ان اعرف ان الحاجة ايه? لو قال لك جملة وثبتة اعرف ان ايه حاجة ما حصلتش. جملة من فيه. اعرف ان الحاجة ايه حصلت. يبقى. طبعا الكلام هنا ايه? بشكل عام. وعندي you aren't supposed. يبقى اعرف بقول لك ليس من المفترض ان انت تدخن في الاماكن العامة. يبقى smoking in public place isn't allowed. يعني غير مسموح من ان انت تدخن في الاماكن العامة. ويبقى كده عندي letter a خطأ. letter c خطأ. letter d خطأ. كده نكون انتهينا من حل جميع التمرين الموجودة في الواحدة الخمسة على الخاص باستخدام verbs. الافعال sim mean suppose. اتمنى الدرس يكون سهل. وانحنا الوقتين نعرف نتعامل مع اي كملة فيها suppose او mean او sim. كما اشتركوا ان شاء الله في دروس جديدة.